اشتركوا في القناة تقول له ما ذو الله يفتح عليك اجعلت لله هدا بل ما شاء الله وحده فتح الله عليك ان لم تقل هذا فانت طابوت ولا شك اذا انحنى لك انسان تقول بارك الله فيك طابوت لان العباد حق لمن لا يصح ان يصرب شيء من العباد لغير الله نعم طيب نعم نعم يقول افران الله سبحانه وتعالى بتدبير الكون وانزال المطر من توحيد الربوبية طيب مما ينافي اصل التوحيد الشركة الاكبر او الشركة الاسهر او البدع الشركة الاكبر اوجب الواجبات بر الوالدين سبحان الله بر الوالدين غير واجب واجب لكن اوجب الواجبات توحيد نعم اعظم المحرمات الزنا والربا وكبائر كذلك لكن الشرك بالله نعم عندنا صغائر واعلى من الصغائر كبائر واعلى من الكبائر شركة اصغر واعلى من الشركة الاصغر والشركة الاكبر لنسى الله السلام عام نعم طيب المعراج هو رحلة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة لبيت المقدس خطأ المعراج هو من بيت المقدس عرج به الى السماء وهذا في قنة فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام وفيها اهمية الصلوات المفروضة الخمس ان فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه طيب ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى من بل الى الثقلين الجن والانس وكان النبي يبعث لقوم خاصة وبعث عليه الصلاة والسلام الى الناس كافر فكل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كافر كائنا من كان حتى وان كان على مثل ما كان عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام اذا لم يؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام الدليل ما هو الدليل ان كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كافر حيث قال والذي نفسي بيدي لا اسمع بي يهودي ولا نصري ثم لا يمن بيه لكان من أهل النار قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين موتوا الكتاب نعم طيب توقع نعم نعم هل مات النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما الدليل قل الله تعالى إنك ميت وإنه ميت إنكم يمركين لك أنه ربكم كتب الله سبحانه وتعالى الموت على كل الخط حتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن ينزل إلى الأرض ويموت منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات لكن مات عليه الصلاة والسلام بعد أن أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين فلا يستطيع أحد أن يأتي بالشيء بعد موت عليه الصلاة والسلام صحيح؟ نعم طيب من كذب البعث كفر كفر أكبر أو أصر كفر أكبر كفر أكبر دين الأنبياء أخذت سؤال أول سؤلت قبل نعم دين الأنبياء واحد صحة وخطر الدليل ولقد بعثنا في كل أمة أي في كل طائفة رسولا ما هذا البعث أن يعبدوا أي وحدوا الله إذن دين الأنبياء واحد أن يعبدوا الله واشتنبوا الطرود فتح الله عندك نعم يقول نعم عند من نعم الهجرة ما هي واليوم اليوم يسمو هجرة من بلد الإسلام بلد الكفر أنا أعرف يسمونا بغير اسمها نعم طيب قسمنا الهجرة إلى ثلاثة أقسام الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام السلام الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة من مكة إلى المدينة وهذه القطعة في فتح مكة لا هجرتها بعد الفتح وهذا قلنا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام من مكة لا تعود بإذن الله بلد كفر الثالث أن تهجر ما حرم الله كيف اجتهجر العمل كل ما حرم الله وتقدم هذا الشيء والعامل والأزمنة والأمكة أي نعم طيب يقول دين الإسلام لله الحم كم إلا ما يأتي من الرؤية الصادقة أو الصالح صح وخطط لماذا اليوم أكملت لكم دين وهذا معنى هذا معنى أنه كأنه هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ وأبقى شيء مبلغه للأمة ولماذا يخص هذا دون بقية الأمة صحيح لكن الرؤية مبشرات فنعرض على الشرع وافقة الشرع عملنا بها خالفة الشرع رددنا يا أخي قلنا هذا أراد أن يصل للظهر خمس ركعات أراد أن يصل للظهر كم ركع خمس ركعات الركع الخامس يقرأ فيها الفاتحة ويركع ويسجد ويأتي بكل شيء لا يسح سبحان الله هل يعاقب الله على الصلاة يا رجل ما يعاقب الله على الصلاة يعاقبه على ترك السنة لابد في العبادة من شرطين إخلاص ومتع وهذا مخالب إذا ما يعاقب على الصلاة يعاقب على ترك السنة نعم طيب لا بد قلنا من التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل نحن الآن تعلمنا ولله الحمد في هذه الدورة الحكم على الفعل أما الحكم على الفاعل يحتاج إلى قامة الحجة ونرجع للعلماء كفر علماء كفر توقف العلماء توقف وهذه مسألة خطيرة قلنا لا بد نبه لها أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأول الرسل وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكل من ادعى النبوة رسالة بعد موتي عليه الصلاة والسلام كاذب وكافر ومن صدقه مثله من ادعى المساعة من ادعى المساعة كاذب وكافر من ادعى المساعة أنا؟ نعم كاذبون كاذب ما أدعي من الغيب كاذب وأكاذب نعم أجلس نعم من؟ نعم يقول ما الدليل على ما يلي العلم قبل القول والعمل وقلبه تعالى في سورة محمد فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفل الأمر أي آية فيها أول نداء وأول أمر وأول نهي الأول نداء وأول أمر وأول نهي في بداية سورة البقرة في أول سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس من مؤمن وكافر ومنافر أعبدوا أي وحدوا ربكم لماذا؟ لأنه الخالق والمستعق للعباد واستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية ثم ختم الله سبحانه وتعالى بقوله فلا تجعل الله أنداء شبهه ونظره متلاء وأنتم تعلموا ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية لا بد يفرض بالألوهية ما الدليل يقول على المسائل الأربعة؟ قوله تعالى والعصر والعصر سورة العصر ما كذب بالبعث كفر ما الدليل؟ قوله تعالى زعم الذين كفر الرغب والرهب والخشوع ما يعقل أنه هذه الأسئلة؟ يعني ما تعرف فيها شيء أسهم ما يكون هذا بعضها يعني معلوم من الدين بالضرورة فلابد أن تعرف هذه الأدلة قد يذهب عليك دليل تتذكر آخر بإذن الله مثال الآن وأن المساجد لله قلنا أن هذه الآية تستطيع أن تستدل بها في مو وهذا من بركة القرآن نعم الخالق والمستحق للعبادة قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الحمد لله رب العالمين طيب الخوف والرجاء والخش والتوكل والدبح والندل ما الدليل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل جوائح وعمل قلب واعتقاد يزيد وينقص قوله صلى الله عليه وسلم أدناها فعلاها قول لا إله هذا قول وأدناها عمل الجوائح وعمل القلب أيكم زادة هذا الإيمان يزيد نعم وينقص كما في قوله النبي عليه الصلاة والسلام ناقص عقل ودين طيب ما الدليل على أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام كما أوحينا إلى نوح والنبينا من بعد وفي الحديث الحديث الطويل الحديث الشفاعة قال اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسل نعم بعده نعم لماذا ندرس التوحيد حق الله العبيد أعظم أوجب الواجبات وأول الواجبات دعوة الأنبياء رسل وأتبع من بعدي لا أقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل اللي به لا يدخل الجنة لموحد استقرال الأمن الهداية الطمأنينة حلاوة الإيمان سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة للتوحيد أكثر من حاجة الطعام الشر ولا يستطيع أن نستغل عن الله طرف تعيد ثم هذا الذي يقول لك لماذا ندرس التوحيد ماذا تصنع له لا قلنا ماذا تصنع مع هذا الذي يقول لك لماذا ندرس التوحيد تسأل نسأله عرفي التوحيد نقول أوجدك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وأعلمك أنك خلقت لتكون عابد لله وموحد لله ولا يقبل الله سبحانه وتعالى للأبي أو يتخذ جنب موحد هل أنت موحد يقول نعم يقول يشأل التوحيد الذي يفرض الله عليك كذلك نسأله عن الشر وهذا يتقدم معه صح طيب لو قال لك لماذا ندرس أصول التوحيد نصيحة العلماء لنا طلاب وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم لابد أن نسير على هذه الطريقة حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء الثاني بالإجابة عن السلطة القبر فاتح الله عليك طيب نعم ما الثمر التي نجنيها من دراستنا وصلة الثلاثة نعم والعمل والدعوة والصبر وغيرها الإجابة عن السلطة القبر نعم نجلس فتح الله عليك نعم 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 أخي عرف لنا التوحيد لغة جعله شيء واحدا أصدر واحد الشيء إذا جعله واحدا ولو يعني خالف البعض قل يا أخي اترك هذا الكلام نريد التوحيد شرعا نعم من توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الألوهية أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد توحيد اسماء والصفات في كتاب أو على الرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ما أثبت لنفس ولا في ما نفع عن نفسه من غيري ولا تعطيل ولا تكيف ولا تشبيه فتح الله عليك أجلس طيب لكن على المهل يعني إذا أخطأت أنا يعني تمحل عليك من يعرف لي التوكل تعرف تعرف هناك في الخلب أند أي أند تعرف أمامك تعرف التوكل نعم يا أخي صدق صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخ بالأسباب المشروع فتح الله عليك غيره نعم أخي أقال هذا نريد الخشية الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمن سلطاني تكون من 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 العلماء الدليل من عباده العلماء جعلك الله منهم طيب نعم شرحا كان الإيمان هذا المكتوب يعني في أكبر المذكرات حتى هنا يعني أحيانا يكون ناقص أقل شيء الذي كتبك في المذكرة فتراجع لنا هذا المكتوب وتكتب كل شيء مكتوب عندك لأن هذا مختصر المختصر تختصره ما ينفع جاءني يوم رجل وقال يعني تتعب الطلاة في حفظ الأصول الثلاثة وكذا أنا عندي لك حل عندي مختصر للأصول الثلاثة قلت ما شاء قل خذ وإذا حديث جبريل فقط طيب إخوانا معنى لا إله إلا الله يعني هذا الرجل تعب والعلماء تعبوا في شرح هذا الأصول كل العلماء ما واحد منهم قال تركوا الأصول الثلاثة وقفوا على حديث جبريل فقط عليه السلام صح فما يسلح هذا الكلام الآن يا أخوانا في أهل نفاق موجود وجودين عندنا آخر جاءني وقال يا أخي لماذا يحفظ الطلاب الأصول الثلاثة هل حفظ الأصول الثلاثة أبو بكر وعمر قلت نعم قال كيف قلت نعم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لو تسألهم عن الإيمان والإحسان ومعنى لا إله إلا الله وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من بعد ما يعرف هذه الأمور هذا هذا هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معلوم من الدين بالضرورة صح إنا تلبس علينا فأخوانا لا تسمعوا إلا لكلام الأئمة يأتينا الطالب يقول لماذا تحفظ لماذا هذه الدورة أصره ما تصلح ولا كذا مثل اي طيب فهذا يعني هذا المكتوب الآن في أغلب المذكرات لا يصبح تكتب الشرح الموجود عندك وهذا يعني مأخوذ من شرح الشرح العثيمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وكذلك في الواسطية الإحسان نعم نعم الإحسان كم ركم ركم واحد وتحت هذا الركم قلنا إما عبادة المشاهد أن تعبد الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله أفلا أكون عبدا شكور يعني أقوى دافع يدفع هذا إلى العبادة الرغبة والحب لكن ما يمكن أن يأخذ جانب دون جانب قلنا لا بد أن نجمع في السير إلى الله بين الخوف والرجاء الثاني عبادة مراقبة خوفه هرد فإن لم يستطع الوصول إلى المرتبة الأولى لا يمكن أن نخرج عن المرتبة الثانية طيب فتح الله عليك نعم نعم أن تلد الآمة ربتها نعم كثرة الرق يكثر الرق الرق أو عقوق الوالدين أو انقلاب الأحوال أو الملك عنده جال يتسرى بها بشروط يعني ذكرت في الشريعة تنجب له ولد إذا مات الملك أصبح هذا الولد سيد على أمه نعم أن ترى الحفاة العالم ينقلب هذا الفقر إلى نعم قلنا لا بد للطالب من أمور وحقوق ستا وهي حقه مع نفسه مع نفسه حقه مع شيخي مع شيخي وحقه مع زميله مع زميله حقه مع العلي مع العلي وحقه مع الكتاب مع الكتاب وحقه مع المكان فتح الله عليك أجلس نعم من؟ أخذت سؤال تفضل نعم نعم نسأب النبي صلى الله عليه وسلم نسأب من أمور صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدين للمشاهدين شكرا للمشاهدين ترجمة نانسي قنقر